واخبار او الاشعاعات اللي تطلع قبل ما تشاط الاهلي والزمالك سواء على الاهلي او سواء على الزمالك والاشعاع المراضي طلع على نادي الاهلي ان حصل مشادة ما بين رمضان وكهربا وبالتالي احنا ببن في نافي قاطع على اي مشكلة حصلت ما بين كهربا وما بين رمضان رمضان خلاص مش هيكون موجود في المباراة لا في التشكيل الاساسي ولا حتى على مقاعد البودلاء وقلنا كده مبارح وحصل شوية بعض التعليقات علينا الحمد لله دايما بنكون عندنا مصدقية اما كهربا الراجل يعني عامل نيولوك وعمل كده قصة جديدة وبيستعد للقمة عشان هو عنده مباراة مهمة وبالتالي ما فيش اي مشاكل خالص حتى في الزمالك الامور كلها على ما يرام خلاص حزم امام بعد رشح البسيط اللي كان عنده في رقبة بيجهز رسميا علشان يكون موجود في اللعيبة اللي تكون موجودة سواء هيشارك او على مقاعد البودلاء حاجة ترجع للمدير الفني باتريس كارتيرون اما لتأكد غيابه ومحمد عبدالغني عنده شد في العضلة الضمة وبالتالي مش هيكون موجود بكرة مع نادي الزمالك ان شاء الله ربنا شيع فيه ويرجع احسن من الاول عضلة الضمة من العضلات الرخمة جدا او من الاصابات الرخمة للاعب كرة القدم مطمر الصحفي سواء لفايلر او سواء لكارتيرون فايلر قال لك السوبر عنده حسابات خاصة لعب سوبر قبل كده مع نادي الزمالك بس مع مدرد مختلف فاز عليه 3-2 وطوق باول بطولة ليه مع النادي الاهلي شريف اكرامي اللي كان موجود في المؤتمر الصحفي قال ان احنا عندنا الخبرة في حسم اللقب رد عليه كارتيرون وقال ان انا ما عنديش اي حسابات او انتخام من الاهلي انا بضرب فريق كبير ومركز بس مع فريقي ده جزء من المؤتمر الصحفي الخاصة بمباراة بكرة ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي زي ما قلت لكم كارتيرون قال انا مش جاء انتقم انا بضرب نادي كبير وتركيزي كله في مباراة السوبر اما مصطفى فاتحي قال عندنا اسبوع صعب ببداية من الترجي حتى مباراة الزمالك واكيد طبعا حتى مباراة الاهلي اللي هتكون بكرة كمان ما تشين الترجي اللي هيكون فيه بطولة افريقيا